السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى يا رب تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل اتنين انستجرام على نفس الموبايل طريقة سهلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي ولكن ياريت في بداية الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة ويلا بينا زي ما حضراتكم شايفين الاتنين دول مختلفين عن بعض كل واحد بحساب مختلف يعني لو دخلنا على ده اهو ده كده حساب ولو دخلنا على الانستجرام التاني هنلاقي ان هو ممكن نسجل فيه بحساب جديد ويسجل الدخول معنا ولكن انا مش معايا غير حساب انستجرام واحد طيب لو رجعنا كده الورا هنلاقي معنا برضو اتنين فيسبوك واتنين واتساب بنفس الطريقة برضو وكل واحد فيهم بيكون منفصل عن التاني كل واحد بيكون بحساب مختلف عن التاني عشان نعمل الطريقة دي بقى هنعمل ايه اول حاجة نتوجه للاي الاعدادات على طول وبعد كده هننزل تحت خالص وهنختار التطبيقات وبعد كده هنختار تاني اختيار اللي هو استنساخ التطبيقات الاسم بتاعه بيتغير من موبايل لتنين يعني في موبايلات اوبو اسمه استنساخ التطبيقات في موبايلات تانية اسمه التطبيقات المزدوجة لو ملقتهوش في قسم التطبيقات يقدر تبحث في الاعدادات يعني لو مثلا لو جيت في صفحة الاعدادات كده وبحثت فوقه هنا عن استنساخ التطبيقات او التطبيقات المزدوجة هيفتح معاك بدون اي مشاكل هندخل بقى على التطبيقات وبعدين هنختار استنساخ التطبيقات وبعدين هنختار بقى التطبيق اللي احنا عايزين نعمله استنساخ وليكن انستجرام زي ما قولنا لو جيت قفلته بالشكل ده لاننا هنفعله هنا بيقول لنا هل تريد حزف انستجرام الاستنساخ هندوس على حزف لو طلعنا بره خالص هيختفي معنا زي ما حضراتكم شايفين كده عشان بقى نعمله استنساخ مرة تانية عشان يبقى معنا حسابين هنرجع تاني للاعدادات هنخش على التطبيقات واستنساخ التطبيقات وهندخل على الانستجرام وبعدين هنفعل انشاء نسخة تطبيق هنشغلها بالشكل ده لو طلعنا بره خالص هنلاقيها انضافت معنا بدون اي مشاكل ولو دوسنا عليها هيفتح معنا كأننا لسه منزلينه من مدجر جوجل بلي وكأن هي دي النسخة الوحيدة اللي موجودة وتقدر تفتح حساب بكل سهولة عليه بدون اي مشاكل وهيكون منفصل خالص عن النسخة الاولى زي ما حضراتكم شايفين هيكون كل واحد فيهم بحساب مختلف وبس كده بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى تكونوا استفادتوا بفيديو النهاردة ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوا في التعليقات وان شاء الله ارضي عليكم على طول واشوفكم على خيرها ان شاء الله بفيديو جديد مع السلام